أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتلى مسؤول حزب العمال الكردستاني في سنجار بعملية استخبارية جرت داخل الأراضي العراقية وفي تغريدة عبر تويتر أوضحت الوزارة أن أوزدان المطلوب على اللائحة الحمراء تم تحييده اليوم في عملية مشتركة للجيش وجهاز الاستخبارات التركيين ويعتبر أوزدان والمعروف باسمه الحركي مامزكي شنغالي أحد أبرز أعضائه وأكبرهم سننا